فتكون الأمة المغربية المسلمة على موعد مع ذكرى عيد المولد النبوي الشريف في يوم الاثنين السادس عشر من شهر شتنبر من السنة اللاجارية هذا اليوم سيكون عطلة لجميع الموظفين والموظفات في القطاع العامة وعليه فإن لعلى جميع المواطنين أن يضعوا في الحسبان أن يوم الاثنين والثلاثة سيكونان عطلة بالنسبة لجميع الموظفين والموظفات وفي جميع القطاعات الوزارية وكذل الجماعات المحلية وكذلك يوم الثلاثة باعتبار العيد الديني تمنح فيه عطلة رسمية لمدة يومين هذه المناسبة الدينية التي يحتفل بالمسلمون في جميع أنحاء العالم هي مناسبة لمولد النبي صلى الله عليه وسلم وأتمنى أن تلقاكم بخير وسعادة وأمان واطمئنان وسلام المفكر المغربي يحييكم ويضرب لكم موعدا قريبا بإذن الله يشكركم على حسن المتابعة والإصطاءة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر